تلميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي اه في المدارس اللغات النهاردة هناخد مع بعض حل للمازج الوزارة في مادة الماس هنشوف مع بعض كده الاسئلة اللي واردة في المازج الوزارة واجابتها ايه طبعا احنا زي معرفنا ان الامتحان ان شاء الله جاي كله اختياري تشوز سواء كان عربي انجليش ساينس ماس دراسات كل اسئلتنا جاي اختياري وصهلة وبسيطة هنشوف مع بعض كده اسئلة الماس والاجابات بتاعتها نشوفها كده مع بعض ونشوف شكل امتحان هيون ايه اختار السؤال بتاعنا مجموعة زوايا المثلث الداخلية مجموعة زوايا المثلث الداخلية 180 درجة ساعد اكبر رقم مكون من الارقام دي جايب لي تلات ارقام وعايز نعرف اكبر رقم منهم طبعا احنا نبدأ بالرقم الاكبر فالاصغر لحد من انتهي باخير رقم اول رقم تلات ارقام طبعا 743 يبقى الاقابة الانصر 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 743 الانصر 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 اختير العقابة هنا قدامها 5-0 يبقى الإجابة نمبر C اللي هي 800-000 وشان نمبر 5 6-040-Equal عايزين الرقم ده مكتوب بالحروف طبعا لما نكتبه بالأرقام هيبقى الإجابة نمبر A 6-040-Equal وشان نمبر 6 The number space is a multiply of 8 عندي 12 or 24 or 28 or 818 طبعا إيه الرقم اللي هو من مضاعفات الرقم 8 يعني إيه الرقم لأن لو أسمته على 8 يجيني عدد صحيح بدون كسر اللي هي إجابة نمبر B 24 وشان نمبر 7 The number 66 is divisible by بوس هنا عايز بنعرف الرقم 36 ده هيقبى الإسمة على كام وكام عندي الإجابة نمبر B 2 and 3 طبعا هيقبى الإسمة بمعنى أن ما فيش باقي ما فيش ريماندر أوكي؟ بوسيقى بوسيقى نمبر 8 The two diagonals of roms are يقولي هنا هو The two diagonals of rombes are عندي القطرين فيه المعين بيكونوا بير بندكولر متعامدين ولا بارلو متوازين ولا نوت بير بندكولر غير متعامدين ولا متساويين في الطول طبعا إجابة نمبر A بير بندكولر يعني متعامدين قياس أي الزاوية في المربع طبعا الزاوية في المربع بتكون يبقى الإجابة number B equal 90 ديجري قياس أي الزاوية في المربع طبعا الزاوية في المربع بتكون يبقى الإجابة هنا عاوز يعرف خارج قسمة عشرين ألف على ربعة or الفين على ربعة أكبر more or less equal طبعا هنا الإجابة more than بشان نمبر 11 the mutual of right angle قياس الزاوية القائمة equal طبعا عرفينها number C 90 بشان نمبر 12 if a square has perimeter أنا عندي مربع محيطه equal 8 سنتيمتر محيطه 8 سنتيمتر then it's side length equal hundred twenty three thousand and four hundred fifty is written as طبعا الرقم ده اللي هو five million one hundred twenty three thousand four hundred fifty اللي هو لما نيجي نكتبه على هاي the numbers هيكون إجابة نمبر c وشان نمبر 14 نشوف كده السؤال مع بعض one million and six hundred twenty five minus six hundred twenty five equal equal number d one million هي عملية طرح بسيطة وسهلة معنا اهي number fifteen the number two hundred and five is divisible by الرقم متين وخمسة يقبل القسمة على two or three or five or ten الانصر بتاعنا number c five وشان نمبر 16 the measure of any angle of a rectangle قياس اي زاوية في المستطيل equal طبعا 90 ديجري تسعين درجة لانها زاوية رايد جي كانت بعض الاسئلة اللي نزلتها الوزارة والاجابة بتاعتها في مادة الماس وان شاء الله نتحني جي صاهل معنا ونحلوا كلنا وننجح وبالتوفيق ان شاء الله and thanks good bye good bye